السلام عليكم وزيكو شاي وعملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم زمالكم احمد اسلام ان شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة سهلة جدا وبسيطة قوي بعنوان Drugs affecting uterine contraction طالما انا جبت سيرة كلمة affecting يعني انا بتكلم على حاجة هتعمل مرة stimulus ومرة هتعمل relaxed او مرة هتكون positive ومرة هتكون negative فانا بتكلم على اليوتريان stimulus يعني حاجة هتعمل stimulation في الcontraction بتاع اليوترس مصل هتعمل لي انكباض علشان indications معينة او حاجات معينة هتطر ردي فيها اليوتريان stimulus وكذلك هتدي يوتريان relaxant يعني في حالات هتطر ردي فيها عمل يوتريان inhibition في الcontraction بتاع المصلز بتاعته لإنديكيشنز معينة برضو اليوتريان stimulus دي ليها اسم تاني بعنوان يوترو تونيك يعني احنا فين كلمة تونيك دي من سنة اولى ان هي يعني التوم بتاع المصل فهأثر عليه بشكل ايجابي ان يعمل له stimulus وليها اسم تاني برضو بعنوان يعني ممكن ييجي في الامسي كيوب اي صورة منهم يوتريان stimulus موجودة يوترو تونيك موجودة ايكوبوليك موجودة واليوتريان ريلاكس انتبه عنوان التوكو لاتيك يعني لاتيك دي بعنوان انهيباشن يعني بتعمل انهيباشن في في الاستيميلوس بتاع اليوتريان مصل اول حاجة نتكلم عنها متتخدش من شكل السلايد هي اصلا ما فياش غير جملتين تلاتة المهمين هي كلمة يوتريان استيميلوس وانا قلت الديفنيشن بتاعها في السلايد اللي فاتت يعني هو بدي حاجة بتعمل بتأثر على المصل بتاع اليوترس فتعمل لي انكريس في الفريكنسي بتاعها وتعمل ليوتريان كونتراكشن أو يوتريان كونتراكشن الانديكيشنز بتاعتها ايه في كذا حالة كده هتطر ادي فيها يوتريان استيميلوس علشان اتجنب ان يحصل مشاكل في الحمل اول حالة هتطر ادي فيها كده ان الحمل مش بصورة طبيعية يعني في نعم يعني الحمل ابدأش بصورة طبيعية او الجنيم مش موجود في الرحم بصورة طبيعية فهتطر ان انا لقد ادي اسكليتا المصل يوتريان استيميلوس علشان اساعد في الانقباض وان البيبي يبقى في صورة طبيعية في الرحم تاني حاجة ان هو ان يكون الحمل قعد اكتر من 40 وي يعني الحالة دي ان هو يكون المفروض ان هو اقصى ما يعديش ال42 اسبوع يعني هو الحمل الطبيعي 40 اسبوع 9 شهور والجنيم ينزل فيه بعض الحلب بتتأخر بتوعة 41 اسبوع فوق ال42 اسبوع بدي يوتريان استيميلوس فاليوتريان استيميلوس ده بدوره بيروح يعمل لي دي كريز على الامنيوتك فلاود اللي حوالين الجنين احنا عارفين الامنيوتك فلاود ده ان هو بيحمي الجنين من اي استضام واي خبطات فما يحصلش ان هو ما يسقطش الجنين ده فلو عدى ال40 اسبوع بدي يوتريان استيميلوس علشان اقلل الامنيوتك فلاود فيبدأ الجنين ينزل بصورة طبيعية وتبدأ عملية الولادة برضو بدي يوتريان استيميلوس ده في البريماتيور رابتشر علشان اتجنب ان يحصل حاجة اسمها بريكلامسيا يعني ايه بريكلامسيا ده اللي هو تسمم الحمل بيحصل بسبب ايه ان بيحصل بسبب ان حصل مفاجئ في البلوب بريشر بتاع الام حصل سيفير هايبرتنشن في الليت ستيتج بتاع البرجمنسي ممكن في اخر اشهر الحمل يعمل لي البريكلامسي يعني البريكلامسي دي مشهورة جدا جدا في اخر 3 شهور من الحمل او الانديكيشن اللي ممكن ما ادي فيها برضو ان المريضة اللي تكون جاية حامل دي مريضة طيابيتس فالريدي اصلا بتاع اليوترس عندها ضعيف لان هي مريضة سكر او حاجة اسمها انتريوترام حاصل فيه ان تأخر في بتاع اليوترس فبضطر ادي يوتريان استيميلوس علشان يحصل نورمال ديليفري للبيبي يوصل بصورة طبيعية او ان هو بدي يوتريان كونتراكشن ده فولوينج حاجة اسمها المسكاريج او يعني ممكن المسكاريج ده انا عايزك تفرق بين كلمة مسكاريج وبين الابورش المسكاريج اللي هو الاجهاض حصل بصورة طبيعية بدون اي تدخل لا من سرجن ولا من دكتور الناس ان هو يدي ادوية تعمل اجهاض المسكاريج ده ان هي الامة بتصحط لقي ان الجنيم نزل خلص دي حاجة يعني مش بقيتها قال الجنيم نزل لكن الابورشن بقى ده برضو من انواع اللي بناخد فيها اليوتريان ستيمولاس او بندي فيها اليوتريان ستيمولاس علشان ان لو مثلاً الأم دي مريدة سرطان فأنت هتضطر أنك تعمل حاجة أنك تعمل أبورشن حفاظاً على أن الأم دي لازم تتعالج بأنتي كانسر وإحنا خدنا في المحاضرة الأولى أن الأنتي كانسر دي دراج بيسبب مشاكل وبيأثر على الأم فأش تدي أنتي كانسر وهي حامل فأنت لازم تعالج الجنين ده يلازم تعالج الأم دي فهيضطر يحصل أبورشن للجنين أو أن الجنين الحملة فيه خطر عليها فالدكتور النساء بيضطر أنه يدي أدوية أو بتكون أوراً غالباً أو أخواناً أو أي حاجة تعمل أبورشن للجنين ده فده الفرق بين الأبورشن وبين المسكارج أو أني أبدي سكليتا أو يوتريان برضو ستيميلس علشان أعمل ريديوس للهيموريج اللي ممكن يحصل بعد حاجة تاني أولاً ده طبيعية أو بعد الإجهار طبيعي كمية الدم اللي بتنزل كتير ممكن تعمل نزيف مبالغ فيه فأبدي يوتريان ستيميلس أو يوتريو تونيك علشان أتجنب أن يحصل هيموريج سواء شالد بيرس الجنين يتولب بصورة طبيعية أو حصل أبورشن يعني إجهار الطايبس بتاعة اليوتريان ستيميلس هما أربعة مش هناخد منهم غير نوع واحد بس اللي هو الأكسي توسن الأنالوكس بتاعته أنه هو حاجة اسمها كاربي توسن ليه برضو أنواع تانية بروستا جلاندل ميزو بروستول والكاربو بروست دول أشهر أنواع بروستا جلاندل اللي بيستخدمه كيوترو تونيك في حاجة اسمها إرجوت ألكالويدز وهم أشهرهم الإرجوميترين وحاجة اسمها ميثايل إرجو نافين دي أسماء الأدوية اللي عندنا أهم ده وهنشرحه في السلايد الجاية وهو الأكسي توسن أو السينتوسيلون ده المست كومون ليوزد يوترو تونيك يعني ده أهم 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 مدرج بيستخدمه كيوترين ستملز ليه؟ لأنه هو الأكشن بتاعه يعني أكشن بجد قوي جدا على اليوترس وأنه هو ليه أكشن تاني على المامري جلاند فهو بيعمل يوترين كونتراكشن بطريقة فيسيولوجيكال إن إحنا عارفين إن تشريح الأناتومي بتاع اليوترس عبارة عن إنه هو في فاندس وصيرفيكس بادي وسيرفيكس والفاجعينة في الآخر هو بيعمل كونتراكشن في الفاندس من فوق بيضغط على الجنين إنه ينزل وبيعمل ريلاكسيشن في السيرفيكس فلو الحالة دي فيه تأخر في عملية الولادة فالفاندس عمل يضغط على الجنين إنه ينزل والسيرفيكس حصل فيه ريلاكسيشن فالجنين هينزل بصورة طبعية ولقوا إنه فيه برضو إنه بيعمل كونتراكشن في المايو إبيسيليل سيلز اللي هي محيطة بالمامري جلاند فده هيعمل بصورة طبعية أضغط أعمل كونتراكشن في المايو إبيسيليل سيلز اللي هي مسؤولة عن إنتاج الملك فيحصل ملك إجكشن يبقى ليه دور في عملية اللاكتيشن وفي عملية الليبر عملية الولادة واللاكتيشن دوره مهم جدا بتاعه إن أنا بدي الأول من نص لاتنين مليونت في الدقيقة وبتبدأ تزيد تدريجيا من بعد نص ساعة لحد ساعة لحد ماوصل للفيسيولوجيكال كونتراكشن باترن اللي هو إيه إنه يحصل كونتراكشن في الفاندس ورلاكسيشن في السيرفيكس أول ما أوصل للنقطة دي ببدأ أوصل للمكسيمام انفيوجن بتاعه اللي هو عشرين مليونت في الدقيقة وببدأ بعدها وقف الدواء آآ برضو إنه هو الدواء ده بتاعه هو بيساعد إن ينزل مليونت أثناء عملية اللاكتيشن وبيعمل كونترول قلناها في السلايد اللي فاتت في البوست بيرتوم هامورج إنه هو بيمنع أن يحصل نزيف بتاعه إنه هو لو اتاخد أثناء بفور الليبر أولادة بطريقة مش صح ممكن يعمل ويعمل فيتال دي يعني إنه هو إن الجنين بيبقى نازل النفس بيتنفس بصورة مشتبعية أو إنه حصل ديسترس في النفس بتاعه آآ الهايدوزز بتاعة اليوتريان ستيمولاس دي ممكن تعمل فطبيعي طالما حصل ريتنشن هيحصل هايبو نتاريميا والهايبو نتاريميا دي هيحصل بعد فترة للأمي دي ممكن يحصل لها هارت فيلير بسبب حدوث ستيموليشن للفازو بريسن وان ريسيبتور وعنا عارفين إن فازو بريسن أصلا يعني فازو كولستركتور فلما هيحصل للريسيبتور بتاعه ستيموليشن ممكن يعمل هارت فيلير إنه بيزود الحملة اللي بيبقى على القلب فممكن يعمل هارت فيلير طيب إيه بقى الكونترا انديكيشنز عارفنا الانديكيشنز بتاعة اليوتريان ستيموليس إيه الكونترا انديكيشنز اللي ما ينفعش إطلاقا قدي فيها يوتريان ستيموليس أو إيكوبوليس إني قدي إن الحلال اللي قدامي تكون سيفالو بيلفيك ديس بروبورشن يعني إيه سيفالو بيلفيك ديس بروبورشن يعني إن الجنين حجم راسه الجمجومة بتاعته أكبر من البيلفيس بتاعه الأم فطبيعي مش هدي يوتريان ستيموليس أكيد وأعمل بضغط على الجنين فممكن من كتر الضغط ده الجمجومة يحصل فيها يعني تصطدم بالبلفيس وممكن الجنين ينزل عنده بعض التشوهات في راسه أو عنده بعض المشاكل في الـ central nervous system فأنا بحاول أتجنب الموضوع ده إن أنا ما أديش يوتريان ستيموليس أو إن هي recent previous cesarean section يعني إن هي كانت عملت عمليات cesarean أو الولادة اللي قولكت cesarean فأكيد مش هدي يوتريان ستيموليس تاني إن هي ما ولدتش بصورة طبيعي الحاجة بقى اللي الدكتورة ركزت عليها جداً اللي هي high multigravida يعني الأم دي ولدت أكتر من مرة مثلاً أكتر من ثلاثة فدي بنسميها high multigravida فأكيد أصلاً اليوتريس يعني واسع لوحده فأكيد مش هدي يوتريان ستيموليس تاني علشان ما يحصلش مشاكل بقى وما يحصلش أبورشت رابع حاجة برضو إنه هو بيعمل high potential أصلاً فما ينفعش هدي في مريضة high potential ممكن يعمل severe high potential ويموت الست اللي هي جاية بالمشكلة دي بعد كده دخلنا في النقطة التانية وهي اليوتريان ريلاكسانت يعني إيه يوتريان ريلاكسانت يعني اللي هما بيعملوا انهيبشان في الكنتراكشن بتاع المسلز بتاعة اليوتريس بيتاخد إمتى بقى أكيد أكيد هدي يقيمالها بقى عايزة تجنب إنه يحصل إجهاض أو إن دي هيحصل عملية ولادة مبكرة يعني premature labor هعمل لها suppression هوقفها إزاي بإني هدي توكوليتك أو يوتريان ريلاكسانت الإنديكيشنز بتاعته قلنا إنه يحصل premature birth أو threatened abortion إيه أنت كدكتور ودي بيحادثة طبعاً دكتور النساء بتكون متأكد إنه هيحصل أبورشن هيحصل إجهاض لازم تدي يوتريان ريلاكسانت عشان ما يحصلش إجهاض ما يبقاش في ضغط كتير على الرحم ينزل مثلاً الجنين في الشهر الرابع كده قلنا حصل أبورشن بسبب الـ contraction اللي بيحصل في المسلز بتاعت اليوتريس أهم أنواع اليوتريان ريلاكسانت البيتا 2 agonist اللي هما بيعملوا stimulation للبيتا 2 receptor الكالسيوم تشانل بلوكر ودي أخذناها بالتفصيل في مدير الكارديو فسكولر سيستم الأكسيتوسن ريسيبتور أنتاجونيست يعني اللي هو إحنا عارفين الأكسيتوسن أصلاً ستيموليس يوتريان ستيموليس فلما أنا هديله فهدي الأنتاجونيست بتاعه فأنا بوقف عمل الأكسيتوسن فطبيعي هيكون فيه شغل الريلاكسانت هو اللي موجود آخر حاجة أنه هو non-steroidal anti-inflammatory drugs والإندوميساسين دول بيعملوا ريلاكسانت كده المحاضرة تكون خاصة أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وإن شاء الله تكون سهلة جداً بالنسبة لكم